المرأة القوية المرأة القوية تبتسم وكأنها لم تتذوق الألم يوماً وتضحك وكأنها لم تجرب البكاء أبداً المرأة القوية لا تجعل الحقيدينا يرى دموعها تبتلعها بسمت وتكمل طريقها رافعة رأسها بفخر وكبرياء كوني قوية كوني مرأة حديدية لا شيء يقضي عليك علمتني ضربة الجلاب أن أمشي على جرحي وأمشي ثم أمشي وأقاوم محمود درويش سلام عليكم كدري لبس عليكم كدري مع الصحة كنتمني شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وكنتمني أعجبكم هذه الكلمات والأقوال عليك للمرأة القوية ولهذا أنا حطيت لكم هاد الفيديو والبنات باش نوريكم بأن المرأة تدير بزفت الحويش ستكون شيء في الكراتن في الليل وغادة بيهم المارشي باش نبيعهم إن شاء الله كنتمني أعجبوكم الأعمال ديالي وغتلقهم في الفيديوهات القادمين وفيديوهات السابقين أردت في الليلة أنا راني فيقاء بكري لا أعجبوكم القهوة لي نهاييا وأنا خارجة مع الصديقات والذي سيأتي لكي يعووني إن شاء الله نفسك أبدا أنا لقد قمت من الكراتين جاءت صح فيه في المرأة لكي يشاهدون خطوة بخطوة نحن هزيناهم في الطنوبيل أنا مقدرش مشي من الطنوبيل لقد قمت بكريم هذا الليلة هاديرا نهائيا خدمت فيه نهار السبت 27 شمعة خدمتها نغمان مو كانو 30 ولكن مقدرش نكمل هذوك الربعة صافي ما بقيت قادرة وأنا نحبس هنا كما تشوفوا هشماع هم مالي قادر هالي بلاطوات كل شيء كل شيء تجدون شوفتوا هنا 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 أعطونا الطابلة وضعنا فيها كارتونطرة كان نجبت بشوية بشوية كان نشمع هذو الوريقات فاش نحافظوا علي هذي نصيحة ملي سبقوها قديو شمعة ديوكم حافظوا على الشمع لان وحدة على وحدة اللي تلاسقوا ماشي مسيان ايوا كان نجبت بشمعة ديو بشوية بشوية البنات اللي قالوا لي كيفاش نسوقوا شمع ديونا عندهم البنات تدروا المارشي تدروا معلومة غيرتكم بلاصة كانين المعارض تصلوا بالمعارض قولوا لهم بغد تدروا كش ديالا اختزانة راهما تصيبوا الأعمال اليدوية تاخدوا البلاصة اختزانة 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 اختزان 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 راح تحديد فيديوات براسلية راح تخدم ورحبها أنا بأخ الظلام تحميل الصباح حتى يتبع من الواقع عدتم السيارة اسفعوا بصباح أعطيتهم التليفون لكي يتصلوا بيها و هنا أحد السيدة كتبت لها اسمية و رجلها و كتبت لهم التاريخ للعرس لا تتبعوا معكم الماترية لكي تكتبوا الناس في البلاصة يعني تزعموهم جيدا لكتبت لهم هنا أحد السيدة كتبت لها اسمية لوليداتها و كتبت لهم واحد و شميعا ديالته في البلاصة يعني من يمكنك تكتب لك في البلاصة كتبت لهم كتبت لهم و سوف تقديوه حتى ترجعوا و رأيكم كتبت لهم البلاطوات ديالي يخدمون الحلوة للديكورات للشميع للريحة لماكياج أي حاجة يخدمون حتى هذه المرايات لانا انا ربق انا سيبتهم جديتهم معي حتى يقوموا على الديكور و انا هنا انا شرب القهوة ديالي و انا شرب قهوة ديالي و انا شرب القهوة شرب قهوة و اقصت راسي بالقهوة ايوا شرب شرب يا لوبنا انا شرب قهوة ديالي انا شربت القهوة و انا نطلع القهوة و هذا القهوة قمت بسيطة العساب الخضر و انا شرب للاجربة ثم نستخدم و انا شرب الالبي و انا سوف اضعوا ايضا و احضروا بمكانة ايضا و انا اضعوا كل شيء بلنطلق لها الحرب ولنطلقها اللي حسب و انا نطلقوا قمر باللتاني الجمعية أخبرتهم رباح الجولي و أخبرتهم الجمعية هنا نضحقون البنات نضحكم و نضعبون الناس والله العظيم تعجبني البيع و شراء هذا هو مرة أصحباتي هذه كاتخين و دنيا هذه هي البنات الغوز تديروا الغوز و تديروا الأزرق يعني هذه ردتها لبنتها للحفيدة ديالتها اسمتها أليسيا كتبتها لها في البلاسة و أداتها فرحانة بها خصوصا مني كان كتبو اسمي يعني كيف يفرحون الناس هنا أرى كتبت لها أليسيا و كتبت لها أليسيا و كتبت لها تكرم و أرجعي لها ها هي أليسيا حطيتها لها تكرم و أرجعت و أداتها يقولوا أنها يضحك ألا ندوزنا نهار جيد و الله يلنهار جيد أعجب نحان أما صحباتي أه هي البنتة تبيع البلاكيور تبت لها البلاكيور هنا أعود ثانيا أنا سأعطيها النونوخص لكن تعقلنا البنتة على النونوخص هادي نفسها التي أخذتها تبيع البنتة هادي سيدة ضريفة هادي ثانيا أنا أعود أن أشرب طهوة هادي هادي بيعوا في المرشي بيعوا في السوق بيعوا في المدرسة و يعطو المداري المعلمات و أعطاء الكادو مخبي هزوا الكادو في ديكم و أقدم البيب يجب أن أعطي شيء كادو ويجب أن أعطي شيء كادو لا يعني من يجب أن أعطي كادو كنتم هزة هذا الكادو الفلانة هذا المعلمة والبناء يشوفون يا زوين فهمتون يا البناء هذا الطابل وطف فنين مقادرة عندي في الصالون أعطي فيديو ولكن أعطيته وعود ثاني غزال سوف نضعه إن شاء الله يجب أن أعطي كل ما تشوفه معي و تباعوا يا البناء تباعوا إذا ربعت الواحد فيهم بعتوا بعشرة أورو وفي الأخر هبطنا الأخرين بسبعة أورو يعني تبارك الله يتباعوا وشمع الصغار بعناهم بثلاثة أورو يعني السمية والموين بعناها بسبعة أورو خمسة أورو سمحوا لي خمسة أورو سمدرهم الكبيرة بسبعة أورو يعني نقصنا من الثامن لأن المارشي ماشي بحاليك أسبيعي للناس ديركت أو في الانترنت تقدروا تصيبوا عن سيت ديالكم راكدار فابور للسيت في الأول يعني في الأخر كتباعوا ولكن شوفوا ما تمشي لكم راكم تكملوا ما تمشي لكم راكم تحبسوا ولكن زعموا لأنه سيت كتتمشوا أنا إن شاء الله راقنا ندير واحد ان سيت وغن نعطيكم التفاصيل دياله هذا واحد الفاز شريته عادي سمبل ودرت لي هذا اللي غيبون حتى هو زوين تبغوه باش ما بغيتوا تديروا لي الديكوراسيون تديروا لي هذا اللابوم لابنتيوخ غزال 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 للبنات يعني كد تحبط شيء يعني بتحمرت الوجهة يا البنات وتخدموه وتعونوا ريوزكم وغزال يعني أنا فضلت أنا ندير معاكم هذا المرشي خطوة بخطوة باش أنكم تشوفوا بأن أي حاجة ماشي صعبة يالبناتوا دائما كنقول لكم خدموا وخدموا وخدموا وديروا الصنع هذا هو الشمع اللي كنت صعبت في صراحة ولكن الحمد لله النتيجة كانت مزيان والناس عجبهم وكاني اللي معمور ما شافوه يعني قالوا لي يا ووش خلو تراجعوا عود ثاني ووش خدين تراجعوا كاني اللي اعطيتهم التليفون ديالي غايت تصلوا بيديرك باش نصيبوا لهم وكاني اللي يشروعوا في البلاسة والحمد لله ونرجع لكم معاوت ثاني الواحد نقطة مهمة بزاف وهي من اللي تمشي وديوا معاكم نموغوا تليفون ديالكم بقية فريقة باش تعطيوهم في البلاسة لأنه من الواحد منك يقي التليفون بعد مرأس مرأس هذه نقطة والنقطة الثانية لأن الناس قالوا لنا واش غايبوا تراجعوا واش غايت تراجعوا واش غايت تكون السمانة جاية تنقول لهم السمانة جاية ما غاديش نكون يعني باغين انهم شافوا وباغين يرجعوا باش يشريوا هادي مهمة يا لبناس كيف مكتلكم دروري تدو معاكم باش كتبوه في البلاسة وقولوا للناس بانني نكتب لكم اسمية ديالكم في البلاسة خليوا غير تكرم ورجعوا لها كيف تقول لهم هكو كيف فرحوا يعرفوا بانهم سينقضوا الشمعة على الضوء ديالهم فمتوني يا البنات هذا الشيء مهم مهم وديروا المبالج مزيان وديروا الأنواع الأنواع ديالتشمع وركزوا على البيض والأسود والغوز والأزرق انا مدرش الأزرق الغوز والأزرق هادوهتا هم مره انا قد نحطهم معاكم ان شاء الله كيف ما كتشوفو راها كان صيبت فيديو انا حاولت وخال ذا الوقت الصعيب قصير انا حاولت نسجل لان اعرفتم انا سيعجبوكم ان شاء الله هذا القريه تمشي يا البنات والله العظيم تمشي مزيان مزيان وانا ندير معكم ان شاء الله الفيديو القادمين وكيف ما كنا نقول لكم يا البنات ديروا صنعة فيديكم خدموا خدكموا في الدار عندكم الوليدات خدموا في الليل منها ان الجو ديالكم من الوقت ديالكم هروب من الروتين من السطع ديال الوليدات في الليل خدموا من المتات من السطع سيصدر لها من السطع تسرى من السطع من السطع من السطع و انا من الملغة لمشاهدة الوليدات من العديد من السطع من المتابع من أصباح حسips هذا هو العلاج وعندما نصيب حاجة في الليل وولدة كل شي ناعسين وعندما نصنط القرآن وعندما نصنط القرآن وعندما نصنط الرقيا وعندما نحافظ وعندما نصنع أم كلتم والله العادي لا نكذب عليكم وعندما نشرحكم الفيديو وعندما نستطرize الموادع وعندما نصنرد قرآن حماس وعندما نصنر لكم الحماس وتكونوا قويين وتخدموا وربحوا ونعرقوا لأن الزمن فاختدار الزمن فاختدار حتى يمكنها من أسخاص بالنصرف ما تحصل على الحماس دميتك فخطوض المقادر و تزوج و تطلقها و في خلقة رأسها بالصنة عالية أن الرجل لا تبرك الله كلمجد لها كل شيء ولكن في نار وليلة كل شيء يمشى هذه الساعة تخرج الجفف و تضع الميناج لا لا يعني إذا كانت تصنعاك تبقى هذا رأسها للفوق هذا الشيء الذي يريد أن نوصل لك والبنات و خيكون الرجل لا يخليه لك قيم بك و أعطيك الفلوس و أعطيك المساعدة و أي شيء لا تقوم بها ترجعي و تقوم بها صنعاك لا تخرجي تبيعي بقى غرفة الدار و تقوم بها صنعاك الكروشي والرسم والدكورات المهم تقوم بها صنعاك هذا الزرق غزالي بغلبة هذه الزرق وأنا نطلق مع الدوغة حسنا من قفطان في الأبلغة و الدوغة يقول الله هي تنطلقها أيها البنات تصنعا ثم القرية ثم القرية ثم القرية ثم القرية و أتمنى أن أعجبكم هذا الفيديو و أتمنى أن تلاقوا فيديو قادم حتى حاجة مصعبة للبنات خذك غير تكوني قوية وتخدمي الزمن غير الدار والدنيا كدورة البنات أتمنى أعجبكم هذا الفيديو وإلى اللقاء فيديو خديم إن شاء الله